هذا ودشنت أكاديمية الشارقة للتعليم اليوم بوابتها الإلكترونية بواسطة تقنية الاتصال المرئي وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسي هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعلي الحسني مدير عام الهيئة ومديري المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والجهات المعنية محطات الاهتمام والرعاية بالعلم والتعليم لا تتوقف عند حد في شارقة سلطان تترجمها المبادرات السامية التي يجود بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ففي أقل من شهر من إصداره للمرسوم الأميري بإنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم ها هو اليوم ومن مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاصة تم إطلاق البوابة الإلكترونية للأكاديمية نحتفل يوم بهذا الإنجاز الكبير الذي هو امتداد طبيعي ونتاج رؤية وفكر صاحب السمو حاكم الشارقة الذي دائما يستشرف المستقبل التعليمي الشارقة ونحن نعوّل كثيرا على الاستفادة من التعالى والتنسيق الوثيق مع الأكاديمية والتبادل المعرفة والتبرار وكل إمكانيات الوزارة سوف تكون إن شاء الله متاحة لدعم الأكاديمية والتعاون معها البوابة الإلكترونية ترسم رؤى الأكاديمية في إعداد البرامج والدورات المختلفة وتنمية المهارات الفكرية والابتكارية التي يحتاجها معلم الغد باعتبارها بيت علم وتعلم أشاد بها منتسب مبادرة معلم وافتخر أطلقنا النسخة الإلكترونية والبوابة الإلكترونية لهذه الأكاديمية تصدر مؤهلات للمعلمين والقيادات التربوية في عدة مسارات في مسار الدبلوم المهني في مسار درجة الماجستير في الدورات القصيرة المدى طويلة المدى في كثير من المسارات حقيقة نخضع لتدريب في جامعة الشارقة ولكن الهدية الأسمى أن أسست هناك أكاديمية لتدريب المعلمين أجمع وليس فقط معلم وأفتخر وهذا ما نرنو إليه تدشين البوابة الإلكترونية لأكاديمية الشارقة للتعليم بداية جديدة في رحلة المعارف والعلوم ينهل منها عدد كبير من التربويين والمعلمين ما يسهم بلا شك في السير على طريق المستقبل الواعد الذي يتناسب مع لغة العصر بإطلاق الكاديمية الشارقة للتعليم تؤكد الإمارة مرة أخرى رصيدها الزاخر بالمنجزات العلمية التي أرسى قواعدها سلطان العلم والثقافة لأخبار الدار ريم عيسى